موسيقى استاذ تامر بسائل ورد بسائل فول عليك مش استاذ بقى او تامر على طول او تامر و تامر موضوع فصعب او ان اعرف طيب خلينا اشرح لك بسرعة كده تلاتة وعشرين كلمة كلها من الكورة طبعا عشان تعتهم بقى طبعا ولكن احرر كل كلمة من دول نروح بيوم لك الحاجة في الحياة حلو خليني الاول بارك لك بس واتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا ربي بقى 24-25-26 كلها نجاح ان شاء الله موسيقى جدا موسيقى انا كنت ما اتأخرت شواء ملتلك شرف لي كلك زوية حبيبي طيب انا هنعمل ايه بقى انت هتختار هنختار كل شوية رقم هتقول الرقم ده ايه وانا هقول لك رقم عندي اني كلمة فيه هتختار الرقم طبعا اختار 23 23 عندنا الوقت عامل الوقت في حياة تامر ممكن الشخصية والعملية هل عامل الوقت بيفرق جدا فرق معك في توقيت او وقت معين طبعا انا بالنسبة لي مش عايز اقول كلام انشاء بس انا بالنسبة لي الوقت هو الحياة ما هو انت حياة جديدة انت تعتبر مجموعة من الاوقات بتعيشها وتشوف انت تقضي وقتك او تستخدمه ازاي انا من الناس قال لي فيه نوعين من البشر فيه نوع بيقضي وقته او بيضيع وقته او بيستنفيد وقته وفيه نوع بيستثمر وقته بيستفيد من وقته انت اختار انت عايز تباقي فالناس اللي بتقولك بقضي الايام وبنعيشها وبنقضي الوقت ايها مدرسة في الحياة بس انا مش من انصارها انا من انصار ان كل دقيقة اتعرف تستمتع بيها وتستخدمها وتستثمرها حتى على مستوى انت تنبسط انت مع اسرتك طبعا فلا ان الوقت بالنسبة لي وقت دهب وغالي وثمين جدا وبحاول طول الوقت كل دقيقة اتعدي اتعلم فيها حاجة او استفيد منها حاجة او استثمرها بشكل مسبوط اعتمر وقته وقت من دهب ما ينفعش ضيئة خالص انا بزعل على كل وقت انا عايز اقول لك وانا صغير بس دا يمكن مش سر يعني بس حاجة كده من حاجات الكواليس اللي في حياتي انا زمان كنت بتدايق لما نم تزعل من ال اه بحيس ان انت ضيع وقت تقول لي للناس اللي بتنام كتير انا فيه ناس بتنام عشر ساعات لا عشر ساعات اينا فيه ناس بتطبق ترمي عطيام وحيات ربنا انا عارف اصحاب طول ما هم عندوش حاجة ناية لكن بالنسبة لك ده كده انت جد حاجة كده لا لا انا وانا في الجامعة كنت كده انا وانا في الجامعة كنت كده انام لما قاع من طولي خلاص مش قادر لكن طول ما انا قادر تعمل حاجة بتعملها يا ذاكر يا اخرج يا اتواصل مع اصحابي يا اقرأ حاجة طالما فيه قدرة استخدمه كنت شاطر جدا ما كانت عندك نقلة انت التعليم انسون اه مزبوط النقلة دي بقى جات مني لا هي مش نقلة اصحابي لك في بعض هم مرتبطين ببعض اه في بعض الكاريرز في التعليم اللي بيسموها الوايت سباني يعني اللي هي منصة مفتوحة مش متخصصة لو طلب بحرص ستطلع محامي في بعض المجالات التعليم هي بتهيئك ان انت تدي خبرات في الحياة وتستخدمها انا من وانا في المدرسة انا عاشق للغات يعني كنت حتى على مستوى المواد الدراسية اذاكر الرياضيات وذاكر العلوم كمذاكرة لكن وقت اللعب ألعب باللغات انجليش و فرنش و اسفانيش و عربي فحبي للغات هو اللي خلاني اخش في كونية الالسن والالسن ادتك برضو ادتني قدرة على معرفة الثقافات المختلفة والتعرف على شعوم و اعد تسافر شوية و استخدم و دراس شوية ياباني ياباني؟ انا موضوع عيدة او انا بحب اللغات اي حد ممكن يديني او فايدة في موضوع اللغات ده ما كنتش بتأخذ واكيد فدك طبعا في شغلك جد جد الحياة عبارة عن مجموعة من الخبرات والخبرات دي كل ما تعرفت على ثقافات اكتر و حضرات اكتر و ناس اكتر تقدر تزود خبرة طيب عشان الواحد بيداية ساعات لما اشوف كده شباب دلوقتي اللي هو عايز كل حاجة من على القشرة اللي هو اخذ الموضوع يعني اللي هو يعني اللي هو اتعب شوية حتى لو انت عاد في بيتكم مفيش حاجة يسميها في البيت مفيش حاجة تعملها امسك كتب و اقرأ بص هي الحياة الان صعبة لازم نعترف ان الحياة الوقت صعبة والظروف مش مش مهيئة قوي بس ده عمره ما يبقى عامل محبط بالعكس انا شايف انه هو دافع ان انت بزي ما بود اكتر لانه اللي هيحبط كده كده حيخسر خلاص انه هو مستسلم من البداية فطول ما الظروف تبقى اصعب انا رأي ان ده دوافع للشباب ولو ما تعبتش لقد تتعب انت فهمت و انا قلت اعملت كده اللي هو ايه ده اصلاق اللي انت مش هم حاسبت جده بحاجة برخم تاني انا محب لقم سبعة الديفنس امت بقى مش امت انت اكيد ده انا ايه تهاري الديفنس امت تامر حس انه هو تحط في موقع الدفاع وقلت لا انا هدافع بص ده اكتر كلمة انا بكرهها في حياتي الديفنس في الكرة وفي الحياة انا اقول ده بكر هالدفاع جده بقول لك يعني كأنك كده بتخبطي بطوبة لما تيجي تقولي دفاع الدفاع ده مدلولاته عندي ضعف وقلت حيلة واستسلام وخضوع وخسارة كل حاجة سلبية تيجي مع الدفاع انا من انظار الهجوم طول الهجوم هاجم اعدائك وهاجم مشكلاتك وهاجم تحدياتك هاجم وهاجم وهاجم لو دفعت هتفضل بتدافع وغالبها هتخسر لكن لو هاجم على الاقل عندك كورسة تقسر يعني تبير الدفاع عنده الهجوم مفيش دفاع وعمري ما حبيت حط نفسي في موقف الدفاع لان كمان انا اتعلمت من صغير انه مجرد ان انت تبتدي الماتش مش ماتش الكرة بقى ماتش الحياة وانت بتدافع انت خسران 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 يعني انا وانت داخلين جيم في الحياة وانس ان انا داخل بمنطق الدفاع انا الريدي ميديك مونس 2-3-0 طب ليه؟ بالعكس دي انا هاجم واثق في قدراتي واثق في امكانياتي وشين بقى التوفيق على ربنا بس ساعة دي ناس بتهاجم هو ما عندوش نتول ساعة الهجوم ممكن بس على الاقل بقى اسمه حاول لكن فكرة الدفاع انا بالنسبالي بقولك وانس انا لو عايز ازنقك في الحياة احطك في قفص التهاج ويبقى كل دورك بس ان انت تحاول تدفع عن نفس خسران تمر بنسبال الدفاع خسارة الدفاع خسارة الرقم البعدين اه اه واحد واحد البداية خلينا نقول بداية تمر امين بالظبط كانت انت بداية بداية بالشرط ان بداية تمر في الشغل بداية تمر في الحياة بداية تمر في الحياة بداية تمر شخصية تمر امين كتاب الطفل المهزب صفحي 13 هتلاقيني كتاب شكلا وموضوع اللي هو اروح المدرسة اعط في الصف الاول ارجع مجعب لي اقصي ضعوف لي حاجة كده اه لحد سنة التانية سنة اتنقلت من المدرسة كنت في تنفس المدرسة بس اتنقلت لفصل تاني انت مصر جديدة صح؟ لا بس المدرسة بتاعتي كانت في الدق مدرسة من غير تريقة كده كانت اسمها الاروز بجيء اتنقلت فصل تاني صحابي اللي في الفصل التاني كان لهم دور كبير جدا 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 في تشكيل شخصية تمرين بلاي اللي هي انا كنت اخلهم بقولك عارف الفتاة المهزبة كتكوت بقى شعري بجيبه على جنب وبوص في الارض هو طالب المهزب المثالي المؤدم اللي بيختشي اللي بيكسب كل حاجة حلو شواط صيع بلا انا قابلتهم في تانية سنة والدول عملت الحمد لله بيننا وبينهم المعادلة الصحة اللي في رأينا ان انا فضلت على خامتي طيبة يعني ما بقيتش صائعة ما بقيتش بايز بس اتخربشت فحفظت على الخامة الكويسة اللي هو جوه الحلال والحرام العيب والمشعيب كده وكده بس ما بقيتش سازي ما بقيتش مزلت الحياة شوية لا لا خربشت وعلموني انزل يعني اركب اوتوبيس كنت الحاجات دي مع معرفات اركب اوتوبيس واتخارق في الاوتوبيس وانزل ارطل اوتوبيس ونقعد على اهوة ونطلب ساحنة وحاجات ما بقيتش عاربها كانت عيب وازاي نقف ونتخارق في الشارع عارف اللي هي الخربشة اللي ما تضيعش بس السنة دي انا افكرها كويس جدا لانها من السنوات اللي شكلت تم اقامل لحد النهاردة انا اتامل لو تعرفني كويس انا حد ابيض من جوه حب الخير للناس وطيب ولطيف ومعديش اي نوازع للانحراف او للشر او 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 بس ما تجيش نحيتي ما تجيش نحيتي عشان اعرف اخير مشك كويس هنط على كلمة انا مهمة جدا بالنسبة لنا الغضب الغضب عند تامر امين تتعامل معه ازاي وهل اختلف الغضب من انت صغير عند الوقتي لا انا هو هو بس انا غضبي وحش بس مستو الوحيدة انه ما بيستمرش او غضبي بيطلع على الزروة بسرعة وبينزل بسرعة غضب وحش ممكن ساعتها يحصل لا بس مش مؤذي مش مؤذي بس غضب وحش يعني لو انا زعلت منك دلوقتي لا انا مش شايفك انه في اللحظة لي مش شايفك انا اتحبه حلوين بقى كده بس بترجع تاني وما بشلش دي ميزة مهم بقى قوي يعني انا زعلت منك زعل فضيع دلوقتي بكرة بعد ولم الدنيا اهتهدى خلاص انا تابر بجاته حبيبي وصحبيك لكن غضب قوى جدا جدا لا هو عصبي وبرضو عصبية سريعة ونزول سريع يعني انت بتشوفني في البرنامج بس دي حاجة كويسة على فكرة يعني افضل طبعا الناس اللي بتعرف تسيطر اكتر على عصابها وتتملك عصابها اكتر طبعا ده بتهيالي الافضل لكن انا رأيي ان ده اللي انا فيه ده طبيعي لما تغضب ادي فرصة لغضب ولما تضحك ادي فرصة لضحك لكن هناك ناس تضحك فعلا من جوا بتكتم بتكتم لان انا اقول لك بطالي هو الطبيعي والصحي لما تضحك اضحك من قلبك واضحك براحتك ولما تضحك اضحك لكن في النهاية بليمتس لازم ترجع لازم ترجع لازم ترجع لازم ترجع لازم ترجع لازم لازم بص انا في كلمة عندي دايما هي اللي تفرق البشر عن بعضها ودي كمان بتساعدني في ان انا اختار صدقاتي ومعارفي والدايرة اللي انا بقى موجود فيها فكرة الازاية انا الازاية قاتلة بالنسبة قاتلة انا استحملك لو فيك عبر الدنيا لان كلنا فينا عبر الدنيا فيش حد فينا كامل ولا مثالي لا مش بنختلف كلنا فينا بلاوي بس نقبل كل البلاوي الا ان يبقى فيك حتة الازاية ان انت تقذي حد تقذي حد وانت غضبان تقذي حد وانت حاسب عليه تقذي حد وانت بتنفسه تقذي حد وانت بتنتقم ايا كان شكل الازاية انا بالنسبة لي الانسان ده يجب ان يكون خارج حياتي خارج حياتي حتى لو انت يعني لطيف وصحبي وحبيبي وانا شوفك فكرة الازاية مرفوضة عني يعني من نسبة لك انت تمر المؤذي انت لازم تقذي لازم تقذي حياتي لازم تقذي حياتي انا محبش يبقى في الصورة اللي معايا شخص مؤذي او حد يتقذي او حد يتقذي يتقذي حياتي او يتقذي حياتي او مش عايز ينزلك ما خليك برا كده وخلاص 2011 ده الاول الثورة الميمونة ميمونة ده الميمونة دي عشان انا بقى لطيف معاك 2011 لحد 2010 احنا كنا بنعمل برنامج البيت بيتك كان برنامج البيت بيتك كان برنامج البيت بيتك ده اضخم واقوى وانجح برنامج الوطن العربي كله الحمد لله عدنا نشتغل سبعة سنين من 2004 لحد نهايات 2010 برنامج كان بجد لسان الناس والمعبدة عن الناس والناس كانت تلاقي فيها نفسها الحمد لله رب العالمين كان ربنا كرمني وانجح برنامج البيت برنامج هذا كرم جدا 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 لما حصلت احداث 25 يناير هنا الشباب لا يوجد علاقة هنا الاخوان الذين رجبوا الصورة ورجبوا الاحداث بعد الاحداث مباشرة تحديدا بعد جمعة الغضب الاخوان الذين رجبوا الميدان ورجبوا المشهد السياسي ورجبوا الحكم والحمد لله رجبوا المراجيح وقتها كان هدف اساسي هو التخلص من البيت بيت عند البيت بعد الاحداث اللي حصلت كان البيتان هو اللي بيحكم وهو اللي بيصدر المشهد كان الهدف الاساسي هو التخلص من مدمج البيت بيت لانه كان بيقول كلمة الحق ويوعي الناس ويفهم الناس كان قريب من الناس جدا 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 الناس بتصدقنا جدا الحمد لله لأننا كنا لا بنبكش ولا بنخادع ولا بنجامل ولا بننافق ولا بننافق لأننا نرى صح في مصلحة البلد كان هدف اساسي سعية التخلص من الاخوان فالاخوان حطوا لي في القايمة السودة ومن اعداء الثورة وعلقوا صورتي واسمي في الميدان ومش عارب ايه وعملوا كل الالعاب وفعلا اعدت مثلا حوالي 2011 كلها اعدت في البيت يعني من بعد يناير اشتغلت اسبوعين لحد ما هم نجحوا ان هم ينهوا برنامج البيت بيتك ويسيطروا على مسفيله بالكامل وحدها فنهوا البرنامج واعدت في البيت انا ومحمود ساعت ساعتها واعدت طول السنة دي يا تامر مش على الخط بره التشكيل خالص بره التشكيل خالص بره التمانتاشر لانه لالاسف هم مكانوش عايزين وكان هم اللي في اديهم المشهد الاعلامي ساعتها كمان بقيت القنوات وقتها كانت خايفة مني خصوصا ان انا خلال الفترة دي ما غيرتش كلام يعني كان ييجي صحفيين ويجي بعض القنوات يعملوا معي حوارات ويقولوا لي المدمج عن ايه ويقولوا يا جماعة والله الا انا شايته مبارك وفاسد لا مش فاسد عايزين تقولوا مبارك حرامي لا مش حرامي انا شفت مبارك وعشت مع عشرين سنة وكنت مناسب ناسة الجمهورية وبسافر معاه وبحضر الاجتماعات ومفيش فساد ومفيش كذا فيه اخطاء في الحكم وفيه اخطاء للدوجة كل انسان في الدنيا عنده مشاكل لكن عايزين تقولوا لي حرامي لا مش حرامي هتقولوا لي الصورة دي مش اقول لكم يا جماعة الصورة دي شباب كان عنده بعض المطالب هتقولوا الاخوان رجبوها واخونوا الاحداث فبالتالي مش ها امن عليها ولا اقول امن مش عارف الاسلامي ساعتها الاسلام السياسي وانت قلت لهم انا ضد حاجة اسمها اسلام سياسي على طول وقفت لحد النهاردة شاف ان ده لعب بالدين الاسلام اسلام مش عاسمها اسلام سياسي اسلام اقتصادي اسلام اجتماعي يا دين يا مش دين فطول الوقت كنت على خطي فكاد القناوات تبعد عني لحد ما ربنا كرم وابتدى بقى من 2012 لما الاخوان مسكوا البرلمان ومالنس الشورى والحكومة ومحمد مرسي ابتدى بقى يتكشف الكلام ما انا كنت بقوله ابتدى انه صح فابتدى الناس تقولك الله 2013 شوف ربنا 2013 جالي 12 افر من 12 قبل فكاد القاوت كان كويس ده كان احلى قاوت ده قاوت حلوة وهو القاوت اللي ما يخلكش تتنازل عن مبادئك تعرف انه بعد القاوت لازم يبقى فيه ان سيرجعك والحمد لله وقوة فالدرس الاساسي هنا انه يمكرون والله خيره الماكرين بالنهاية اوعى تتنازل لان كل اللي رجبه بقى الموجة ساعتها وكل اللي رجبه المرجحة وكل اللي زيكه وبلغه ونفكه البدار كله اتحرق وقعد في البدلوقت لان الناس مشاهدين مع المزيع بالذات تتابر ممكن يقبل منك اي حاجة الا المصدقية الا ان انت تكتب عليك المزيع بالذات كنت معك الفناني وقالك مش قضياتي مش عارف ايه لكن المزيع هو بتفرج عليك اشان حاجة واحدة بس اشان يصدق لو فقد المزيع المصدقية عامل زي شرف البنت اللي عامل زي عود الكاملين انت مفروض صوتي فلازم بقى مصدقك على فكرة تحتلف معايا وتقولي لا والله اتمنى انا ضدك في الرأي ده وتشتمني وانا مفيش مشكلة بس في النهاية تفضل محترمني ان انا متأكد انا ما بقولش حاجة عكس القناعاتي صح بس كان من احلى الاوتات وتامر عامل ماشي على ده على طول بص اه انت شايف بدليل ان انا اكتر واحد انت اكثر رعب بتخبض لانه مش حقار كلامي ومش هقول اللي يعجبك انا هقول اللي يرضيه يعجبك وما عجبكش انت حر وما بلزبكش انه يعجبك بس كما ما تحجرش عليا ان انا ما بقولش انه في المالي اه هي دي النقطة بس بس طيب رقم دانة حتى بدي جول اه امتى تامر امين بقى يعني جاب جول اقول بس ايه الشوطة ديه وراحت رايحة كده قلت ايه الله الجون حلو قوي سابقا موضوع اتكلمت فيه كان في وقته قوي او حاجة رح ترميها دخلت الجونزة لا الحمد لله رب العالمين ربنا كرمني بجول كتير الحمد لله الحمد لله ربنا كرمني بجول كتير هو الجول المتعلق بشيء انت اللي بتصنعه الاعلام من يوم ما تتخلق لحد النهاردة دوره نقل الاحداث كويس المفروض 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 في بعض الاحاظات القليلة اللي بتتحول انت من ناقل للاحداث الى صانع للاحداث بوجهة نظر مؤمن الحمد لله الحمد لله ربنا كرمني وده توفيرنا عند ربنا كتير ان انا اطلع اقول حاجة في البرنامج الناس الحكومة او صانع القرار او الرئيس او مؤسس دولة تقتنع بالكلام ده فتلاقي بعد اسبوع طالع قرار بي او مشروع قانوني هنا انا بحس بسعادة فضيعة لانه انا بقول يا جماعة من وجهة نظري الصح ان احنا نعمل في المجال الفناني واحد من ثلاثة فلما تلاقي بعد اسبوع بيتصاغ مشروع قانوني او بعد اسبوع بفرح بنفسي قوي لان في النهاية هنا انت مش بس بتنقل لا انت مؤسس انت صانع للخبر او قاري احداث معانا فالحكومة او صانع القرار شاف ان فكرك يستحق انه يترجم ويتصار فيه قانون او مشروع قرار او 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 فده من الايام اللي بتبقى مفرحة تفتكر حاجة معينة اتكلمت فيها وبعد كده مثلا في البيت بيتك زمان كان فيه لو تفتكر كده كان في التمانينات والتنسعينات وابداية الالفنات كان فيه ظاهرة بشعة كده في مصر كانت الفزدة اللي بتيجي من برده البولوبيف والفناخ الفزدة والكلام الفاضي ده اللي كان المستوردين بيجيبوه بس يعني انا فاكر كده فكان المستوردين اللي معدومش ضمير بيستوردوا الحاجات دي منتهية الصلاحية من بره ويجيوا وغيروا التاريخ عليها وابتاعوا ويبيعوا واحد اشهروا من الفراخ والبلوبيف طبعا حاجتين بيجيوا ويطبعوا زي الروز فساعتها انا فاكبصيت وقعدت لقيت الدنيا منتشرة جدا فيها الظاهرة بشكل فضيع وناس كانوا متسمم وناس ماتت وبهدلها فقعدت ابحث بقى الواحد هو ده شغل للموزيوم فهمت جدت القوانين وشفت العقوبات اكتشفت ان عقوبة لما يتقبض على واحد من ضمن مية لما يتقبض عليه ويكتشفوا ان التاريخ والأخذية العقوبة موجود غش تجاه ان انت بتشيل تاريخ صلاحية وتضع تاريخ ثاني غش تجاه ساعتها كان الغرامة كمس تلاف جنيه ومش عارف الرخصة تساعة سبت وشم فانا طلعت عملت حملة في البرنامج وانا قلت لهم يا جماعة انتو هو المشرعين دون بس القوانين دي كانت من الخمسينات والأربعينات فقلت لهم اولا ده المشرع بتاع الخمسينات والأربعنات ما اعرفش ان حيبق فيه بلوبيف وستراد وحاجات وكوارث يعني انتو كأنكوا بتشجعوا الناس انها تعمل كده يعني واحد هيعمل صفقة يكسب فيها وقتها اثنين مليون ثلاثة مليون ان هو كان رقب خرافي وانتيجي تقول له لما اقبض عليك ومسكك متلبس انا تفعل خمس تلاف جنيه غرامة فانت بتديله الطريقة اللي يتعامل بيها فعملت حملة ساعتها لتغليز العقوبات وطلبت ان لازم يتضاف الحبس بعد ثلاثة تشهر دخلت الكلام بتاعي ده دخل اللجنة الشرعية في مجلس الشعب ساعتها وبعد ثلاثة تشهر صدر قانون من مجلس النواب بحبس ثلاث سنين عقوبة حدا قد مع تغليز العقوبة ساعتها 500 ألف جنيه او مش عقوبة اول ما تحط الحبس دي الظاهرة نزلت عملت كمه في النهاية اكسب يوم حبس فده مثل من الامثلة انا بقولها لك على فكرة الجن بالشكل ده وفي حاجة تانية كتير بس في حاجة الحمد لله ده جول جميل جدا اكيد انت كشخص كمان بتحس بحاجة تانية خالص وعملنا كمان السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت كانت لسه الوزيرة نبيلة مكرم كانت وزيرة الهجرة قبل ما تكشي من الوزارة تيجي مدائة السفيرة سواء الجندي تواصل معايا ناس كتير من المصريين المقتنونين في الكارك على البهدلة اللي بيشوفوها لما يموت لهم حد مرة بيتبهدلوا والسفارة هناك كانش عندها الالية ولا الاجراءات اللي تعمل فيها ولا الدعم المالي ولا بتاع فكانوا بيتبهدلوا خصوصا التبقات الفقيرة اللي هو العمالة العادية اللي بره اللي بيشتغلوا بره في الخريجة او في الروح يعني اللي بيعمل بيتبهدلوا فساعتها اشتغلت مع السفيرة نبيلة مكرم الحقيقة لمدة شهرين ثلاثة لحد ما عملنا قرار وزاري بانه كل المتوفيين في الخارج كل نفقات تجسلهم هناك وصفرهم ودفنهم هنا على نفق ده موضاع الحمد لله موضاعي رايح ناس كتير جدا كمية الناس اللي مغتربين تتكلموني وشكروني على الحكاية او مش بس كده كمان لما روحت مرة مع الوزيرة تبعت الملف وروحت مرة مع الوزير عشان نستقبل جثمان من المتوفيين لبرا واهله يستلمون يعني متروحة تمام مش شغلي مش شغلي في الهوا شغلي طالما انا مقتنع ان ده ملف لازم اشتغل عليه اشتغل عليه طبعا ومفيد البلد حتى لو بعيدا عن المدين فلما نزلت مع الوزارة وبتاعه جلد جثمان كنت مبسوط جدا انه جايوا على نفقة الدولة وكله تمام بس لقيت انه احنا نستلمون جثمان منين من قرية البضايع لانه في النهاية تموت مش بسنجر بسنجر هايجي في صنة واحد فقرية البضايع كأنك جاي بايه كأنك جاي بكونتينر فوقفت مع الوزيرة انا قلت لها انا عارف طبعا انه من اللوجيك لازم تخش في قرية البضايع مع السلع والكونتينر بس في النهاية انا روح روح واهله يعني اهله المتوقف يجبوا استموهم قرية البضايع وعلى وينشوا فالستة الحقيقة متكرمة انا هنا بوجلات تحقيق انها كانت من اكثر الوزراء مرونة واستجابة لكلامي اشتغلت مع هيئة ميناء قاهرة الدولي اللي هو البطار لحد ما قصصنا هنجر مستقل بعيدا عن قرية البضايع ومكتوب عليه كده مش فاكه اسمه ايه ده اللي بيستقبل فيه صالة تكريم الانسان او حاجة كده شكل محترم بعيدا عن الكونتينرز والبضايع وكذا وكذا فالحمد لله يا رب انا بقول لك هو المهم ان انت تبقى عندك وجهة نظر وتشوف اسهل حاجة يا تامر والاسف اسهل حاجة الصوت العالي والمعارضة وحش وانت حكومة فشلة وانت ضيعين اسهل حاجة من يوم ما تولدك ان انت بقسمك معارض وصوتك عالي وسهلة وتجيب نجح بسرعة طبعا اي حد يقول لك بس ده السهل الاعلام الصح ان انت تدور على الحل تدور على الحل تدور على الحل من المشكلة انا قدامي المشكلة اهي طيب اسهل حاجة اقول يا جماعة حكومة فشلة او نوزارة دي فشلة طبعا وحكومة سكسين في الشارع بس الاحسن بس الاحسن ما نفيد الناس اكيد بس ده بيحصل همان عندنا في كل المجالات على فكرة اه يعني احنا بيحصل عندنا في مجالات كتيرة جدا قصة كله يطلع يخبط حتى عندنا في كورة زي مثلا انت برضو مؤخرا انت بسك الكورة بتتكلم على كورة واخد الموضوع بس انا برضو عندي مشكلة دمر جدا في فكرة الصوت العالي وللأسف الشديد بتجيب مع الناس اللي هي فكرة ان انا عمل ترند ان انا اطلع اخبط واطلع ارزع واطلع اقول كلام يشوه الناس لكن من غير ما اقول فايدة من غير ما اقول اه اتحليل بجد او فكرة بجد او وجهة نظر بجد اسهل حاجة اطلع اقولك فلان حمار فلان ما بيفهمش فلان فاشق اه ما انا بتكلم في دي ان كله بيطلع يخبط ويزعه وبتعطب يا جماعة اهدى كده حد عنده حل موضوعي ودارس الحل مشلوه بطلع اقول هاتوا فلان وحطوا لا هل حد عنده اتحليل بطلع يتكلم يقول والله مفوض يحصل واحد اثنين اثلاثة ولموضوعي هذي المشكلة عامة او 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 عشان كده احنا للأسف في زمن انزيعي في كتير والدوشة في كتير والسرىخ في كتير والحلول والافكار في الولاي لامة او 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 لالأسف صحيح برقم 2 سحصل إمتى تامر امين كان خد قرار أو كون فكرة عن شخص أو كون فكرة عن موقف معين حصل وبعد كده لما رجعت كده ورا شوية بعدما هديت كده ورجعت قلت في الفار بقى بصيت في الفار كده لقيت ان لا الموقف ما كانش كده خالص غيرت رأيك لما رجعت للفار في موقف أو في شخص هدوش نحبش الفار نحبوش لا في الكرة ولا في الحياة نحبش ترجع لك بس مش فيه ناس بتتظلم من غير الفار جامد قوي معلش بس هدي متعة الكرة ومتعة الحياة وحتى في الحياة طب في الكرة فهمها يعني انت هو كوير ونجب كرة كبيرة بعيدا عن فكرة الظلم والعدل مش انت معاين البار افسد كتير من متعة الكرة او بعض الاحيان طبعا عشان يجي جون اللحظة الأحلى في كرة القادم افسدوها بقيت انت جون يجي قبل اقاقا استنى دقيقة اثنين وبعدين اعمل اقاقا مبالغ فيها اقاقا تمثيلية بقى ما بقيتش طلع حقيقية ما بقيتش طلع حقيقية فعلا بقيت تجون يجي بقى قبل ما اعمل كده يا رب حيحسبها ولا لا او تفرح او بعد كده بتقعد تنزل تنزل بس انا لا انا لو بالعب دلوقتي هجيبت تجون هجيبت في الملعب كله خرص افرحت بعد كده بس بالنهاية تبقى استخدام شرك عفوا فهي القصة انه انا مش من انصار الفارج في الكرة مبدئيا خالص خالص حتى لو فيه هامش خطأ هامش ظلم على مستوى خط مفسيد ولا خط مش عارفين ولا كده بس دي كانت متعة الكرة اللي عيشنا فيها طول عمرنا وما كناش محاسين ان فيه مشكلة وان الاخطاء بتاع التحكيم جزء من الكرة اللي احنا ربنا عليها ثم زي ما انا بقول لك كده هو مين قال ان الدنيا فيها عدل صح طبعا فبالتالي شمعنا الكرة اللي حيبقى فيها عدل او عياتنا اللي حيبقى فيها عدل فعلا فكرة هي من وجه نظر عدلها ان انت رزل تلاقي الجه هو جيم بساقي يا ماشا انت العدل هتشوفه ان شاء الله في الاخر بزر وربنا سبحانه وتعالى هو اللي اسمه عدل ففكرة ان انت تحاول في مجال ما او في شكل ما او حتى في حياتك او في علاقاتك ان انت تطبق العدل الكامل ده نوع منه الموجود ده مش موجود مش هتشوفه إلا فوق طبعا فبالتالي اقبل الدنيا زي ما هي بشوية اخطاقها بشوية ظلمها بشوية الكوكتيل ده هو سموندني عشان كده يعني تامر يحبش الفور خالص ولا عمرك طب يعني طب ساعات الواحد بيكون فكرة عن شخص اه وتمام وبعد كده يلاقيه لا ده طالح حاجة باني فالك لا يعني ما بعملش مراجعات إلا لو في حاجة فجهة طبعا يعني أنا خلاص انت صاحبي وبحبك وبتاع مش هتكون شوية حطك تحت الاختبارات والمراجعات إلا لو انت عملتوا مصيبة خلتني مش طيقة هل حصل مع تامرك لأنه رجعت في كلامه لا ما حصلش لا ما بحبش يعني الفر مش موجود لا لا مش موجود مش موجود انت محبوش محبوش ولا حكم الفر بحبهم بذلك مكملهم بك غنابة لا لا مش غنابة لا 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 عندنا مشاكل كتير عندنا مشاكل كتير هل أنت الفطفادق ديب سكتو منتخب يعني تقوم تعليم حملة محترمة لا مش على المنتخب على الانتحاد على المنظومة الانتحاد على المنظومة انا مؤمن دايما يا تامر بص أنا ما تيجي ما تيجي حضرتك تخش مطعم والويتر او الجرسون او السفراجي او سميه يعمل حاجة مش تماما او جاملك اكل مش مظبوط او مش عارب ايه كذلك تمسك فيه هذا المدير هذا المدير لماذا؟ انه هو اللي حطت السيستم من اللي حطتك هنا وهو اللي عين موافق على اداؤه موافق على طريقة شغله او نظفته او كذا فما تمسكش في العائلة الصغيرة وتسيب صاحب السيستم فكرة القدم في مصر لماذا يا صاحب اسمه اتحاد الكورة كل الفشل اللي في متزومة كرة القدم المصرية سببها انه اتحاد الكورة ناس كل الاحترام ليوم كاشخاص تسعين في المهم صحابي انا جمال علام صاحبي كاشخاص حازم امام صاحبي جدا براكات صاحبي جدا ابن درندري صاحبي جدا ابو الوفا صديق اعم انت عارف انت قبت الكورة كلهم حبيبة جدا لكن انا بقول لك او بعيدا عن احترامي الاشخاص كاشخاص مستقلة انت معترض على النظام لا مش نظام هم ككيان هم كتعات كورة فاشل بامتياز فاشل ليه؟ لان ما فيش كفاءة فيش ادارة فيش تخطيط فيش علم فيش رؤية فيش حاجة بدل وانا قلت مليون مرة انه على عيني وراسي ان حازم احسن لعيب كورة جابته وبركات كذا بس انا مش مستطيل احضر انا مش عايز لعيبة مش عايز لعيبة انا عايز انرجية زي ما انا بقول دايما المدير المستشفى ما ينفعش يبقى دكتور شرط مش شرط يبقى دكتور شرط ده لازم يبقى اداري شرط صح فاحنا عندنا اتحاد كورة لا عارف ينظم مسابات ولا عارف يثبت جدول من غير تأجيلات ومجابلات ومشاكسات ولا عارف يعمل مؤسكرات للمنتخب ولا عارف يجيب مديرين فميين كويسين ولا عارف يراعي المنتخبات الصغيرة والماشئين الصغيرين اشتركوا على العجال جديدة ولا عارف يعمل تسويق رياضي ولا عارف يعمل استثمر ولا عارف يعمل حاجة خالص فايه بالضبط فايه 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 فهي القصة انه بيسهب عليك بلدك انه مصر فيها كفاءات هيلة طبعا بس ما ينفعش الجماعية العمومية تجيب دول تجيب حبايبنا هي بقى اللعبة للأسف للأسف هي لعبة النخابات وانا نفسي انها تبقى لعبة كفاءات كفاءات لمشا كفاءات بقولك انا بقول طول الوقت هو مجال الرياضة تسعة وتسعين في المية من المصريين في الشارع ما يعرفوش واحد اسمه الدكتور محمد الامين مين الدكتور محمد الامين ده رئيس الاتحاد المصري اللي كنا في اليد عمرك سمعت انها كان نجم في كرة اليد؟ لا منتخب يعني انا معرفش حتى كملعب يد أو لا بس منتخب اليد هو حاجة محترمة بصراحة حاجة محترمة بصراحة حاجة محترمة من التسعينات وهو عامل كده حاجة وعشرين سنة ماشيين بسيستم بس في النهاية فيه سيستم فعمره ما بيروح ولا الشمس عمره ما يخجلك عمره ما يعمل فضيحة حزارة دايما عند حصن ظنك ودايما بيحقق وعى المستوى الرنك العالمي موجود طول الوقت في الطب وناشئين وتالت الشباب يعني شوف المنظومة رئيس الاتحاد انا بقول لك ههو الشباب بقول لك معنا ونفس الشباب بعرفوه مش مهمة تعرفه مش لازم يبقى نجمة بس ادرجي شاطر في مكانه كل العضاء الاتحاد اليد بس كلهم نجوم لانهم ادرجية وبيخططوا وبيعملوا رؤية وبيشتغلوا بايدا بوك مش واخدينها حلوات اتمنى الله يا رب الرقم اللي بعدين بس تا بس تا الاتاء بس تا الاتاء كانت تمر الاتاء عندك زي تا مع الانه التعالي جامد جدا ويتكمل فيه لحد الاخر يعني الهجوم عندك بانه ذهب الانه بص أنا مبدو الانه هذه الانه ليه شخصيتي ما انا قلت لك السؤال الالدفنس لا انت العصبية اه العصبية انا كده يعني انا عصبي وانا غضبي سريع بس ما بيتومش وانا طريقتي كمان كده طريقة بعض الناس بيسموها حدة بس انا بسمي بمين للمعنى الانجليزي بتاعة لو هو شارب شارب يعني يعني مفهومش شارب حد بس حد بالمعنى الايجابي لو حد يعني واضح وصريح هتسميه بقى لاذع هتسميه قاسي بس انا بحب أسمي الأمور بمسمياتها خصوصا كمان في ظل ان احنا في زمن بنحب ندلع لانحراف اه والله العظيم نحب ندلع لحاجات الوحشة اشرح لي بقى في زمن بنحب ندلع لانحراف اشرح حالي جد يعني زمان شوية زمان زماني كانت الأمور بتتسمى بمسميات الحرام حرام والشريف شريف والمستقيم مستقيم والمتدين متدين كل واحد صفته باسمه واضحة لما الفساد انتشر ولما الفهلوة زادت ومش عارب ايه بقينا عشان نعدي الناس الوحشة لي وما نحجبهمش وما نعطبهمش بقينا نسميه المسميات كانت انا بندلعهم فبقى المدمن قال لك صاحب مزاج لقى ليه صاحب مزاج مدمن مدمن يتعالج وكذا لكن منفعش ندلعه منفعش يقول عليها الله دماغه عليها تصاحب مزاج تصاحب قاعدة حلوة معاي فدي مش لطيفة اتنين الرشوة بقى نقول عليها كونسانة ونطيب اكرامية هات حاجة حلوة لعيالك كل الكلام الدلع اللي ملوش كازم اشرب لاش الشاي اه بالظبط شاي ايه والله رعزب لحد بيقيل بيقولي ما شفتش يقولوله انا ماني ما تروا يا عم تشرب الشاي ما تروا يا عم تشرب الشاي ما تروا يا عم تشرب الشاي يعني فيه حاجات كتير بقى من ده اللي هو مسميات زي بالظبط حتى انا بقيم على الصحافة وعشان كنا هم بيقولوا عليها حد وقاسي فيها اما واحدة من الفنانات تلبس فستان زبالة في مهرجان ولا فمشعب ايه فستان مش موجود يعني فستان مش موجود تلاقي المواقع شونتوا موقعه وياكوا تعملوا كده على الله اه تلاقيهم المواقع المواقع والصحافة يقوم كاربين ايه قولك فلان الفلانية ظهرت في المهرجان بفستان ساخن فانا بفهمش عن ايه ساخن ساخن ازاي وما قاسوا حرارتهم دين ساخن من اي ناحية فانا بطلع اقول لا يا جماعة ما فيش حاجة اسمها ساخن ده اسم فستان فاضح اسم فستان عالي اسم فستان ضد الاخلاق والقيم فستان بيكشف اخضر فبيقول لك تابع ان تصلك الفاظك صعب الفاظك صعب في ايه اولا انا بقوله صح ولا ساخن صح يعني لما تلاقي واحدة بيسمح كله باين ولبسة حتك وماشا عندك كده يتعال علي فستان ساخن يعني هما شايفينه ساخن لا هما اللي ساخنين هما اللي هون انت اللي سخني يا استاذ لكن فستان مانوش هلقها بالسخونة ده اسم فستان فاضح اسم فستان عاري اسم فستان فستان مايصحش فستان يكشف اكتر مايسطر فانا انا بقول الكلام ده الناس بتقول لك بس اصلا خفت كلامك شوية اذا كان اللي عامل المصيبة مش مكسوف اللي عامل المصيبة مش مكسوف انا كسب انا اللي هتكسب حكت داي والله اه والله مشكولة كبيرة طبع ليه انا بقول لك انا بحب بالعكس اسم المسميات ده صح باسمها لكن مفيش مش عايف ايه وده حمادة وده بلبل يا جماعة ما كل حاجة اسمها ما نقولها عشان لما بنقول بقى فستان ساخن وفستان واو وفستان كذا بقى هالبنات اللي بشوفوا الناس دي يقول لك ايو انا عايز لك فستان ساخن اذا كانت الصحافة احتفت بيها اذا كانت الصحافة احتفت بيها وقيت لك لابسة فستان ساخن ولافت للانظار ومش عايف ايه ما انا عايزة اياه يبقى انا بدي قدوة غلط لكن اما بقول ده فستان غلط وفستان فاضح وفستان عاري البنات يقول لك لا اللي بلبسوا حيتروع كده مش عاللبسوا يعني انا جاي بمدل على انحراف يعني زي خصة انا قدام دواق في عادة النصاباية يقول لك علي ان احنا نعمل مصلحة اه فهلاوة مصلحة شغل دماغك مع ان هي سرقة او كمشا احنا في بعد زمن المفتاح الصباح المداح وزيوع الفساد في اواصل كتير اوي في البلد الفسادين بقوا كتير فعشان الفسادين ما يتقالش عليهم الفسادين بقى نندلحهم باسمار فانا رايي ان الصح وان انت تضبط الامور لان ترجع تسمي كل حاجة بمسمائة كل حاجة بمسمائة لما تشوف واحد وانت ما يجي يقول لي انا عامل دماغي هقول له لا انت مدمن مش عايزة بقى مدمن زيك رح تعالج وتعالج لما يقول لي انا بعمل سبوبة انا بكونش حلال مش عايز اخش معك في الحرام انشافك لما حاجات ممكن تعدل حاجات كتيرة جدا 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 ما اخد بالك الحرامي عايز يبقى هو بس الحرامي والناس كلها شرفة لا طب عايز كله يبقى حرامي عشان سعيدها ما يبقاش هو المميز ما يبقاش هو المبوز يبقى زيهم صح فالوحش عايز الوحشة التعمل طبعا الوحش عايز الوحشة تبقى هي الانتشار عشان مرقاش هو المبوز اللي هي فكرة اللي ينشر الفساد في الارض طبعا ربنا عافينا يا رب الرقم اللي بعديها زمر طبعا 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 الموهبة تفتكر هي البيز بتاع اي شغلانة ولا الموهبة ممكن تبقى جزء صغير ولا جزء كبير ولا ممكن ما تبقاش موجودة خالص وناس توصل يعني زي ما نقولوا كده زي ما فيه ناس كتيبة توصل في مجالات كتيرة او زي ما كنا بنتكلم بقتي على الادارة او كده بص انا عندي نجاح مجموعة عناصر كوكتيل كده اقلهم الموهبة اقلهم اقلهم الموهبة الصنعة اهم الصنعة اهم الصنعة والزكاء في ادارة الموهبة اهم الصنعة والزكاء في الادارة اهم من الموهبة والدليل انه انظر في كل مجالات الحياة في كل مجالات الحياة اللي فيها كلام عن الموهبة زي الغنى زي الكورة زي الإعلام زي التمثيل زي 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 مش هتلاقي الأكثر موهبة هو الأكثر النجاحة مش هتلاقي قليل أول ما سيكون حاجة فزة مش هتلاقي المثال الوحيد عليها ميسي ميسي لأنه أنا في رأيي أنه هو الاستثناء هو كائن غير لعبة الكورة غير البشر فلما ميسي يموت او يعتزل نبتني نتكلم فيه مقارنة بين الناس لكن طول ما ميسي متنفس مش هينفع نحطه مع مقارنة مع بيت العيب هذا في رأيي لأن ميسي عماره عن عجلة موهبة بس موهبة زايدة عن المزوم فما ينفعش يتقارن لكن بص كده على مجالاتك لو روحنا للفن مش عايز أقول أسماء عشان ما يزعونش مني بس لو قلتلك فلما تقول لي الله ده صوته عظيم يمكن أحسن موهبة صوتية في الموجودة فيه حاولك وفين دلوقتي تقول لي عاد في البيت طب اللي متصدرين المشهد موابتهم قد كبه بس في صنعة وفي ذكاء في إدارة الموهبة ما تخليها مجاح قد كبه من جزء الموهبة وليل ولكن إدارة الموهبة والصناعة هي اللي في الآخر بتخليها مليون في الماء ده في كل المجالات أنا مش عايز أقول أسماء عشان هايزعروا بني بس أنا بقول لك هو أنت مغمد في الكورة فما تقول لي اسمي كبه في الكورة وحد يعتزل عشان ما يبقاش فيه إبراهيم سعيد إبراهيم سعيد حد يختلف على موهبة الكورة فتنس وجسم ومهارات دفاعية ومهارات هجومية والعيف وسط الملعب وهدر وشاومي عنده طبعا عنده أو كان عنده صح؟ حد يختلف على أنه عنده مقاومات لعيم الكورة الشاطر قوي صح؟ بس عدم وجود الزكاء في إدارة هذه الموهبة ما خلتوش يوصل إلى مصاف السوبر ستارز وقت الكورة وخلته بقى أنزوم من موضوع الشعر ومش الشعر وكذا على فكرة أعترف حبيبي وأخويا وصحبي بس أنا دلقتي بقول وهو على فكرة اعترف بالكلام ده مليون مرة قالك أنا كنت ملكت شوية في الكورة وقدرت موهبتي صح؟ كان زمان روحت في حتة تانية خالص كان احترف ومرجعش كان احترف وفضل برة ومرجعش تاني أنت رأيك أن هناك موهب كثيرة جدا بسبب عدم الإدارة الصحة مليون في المئة مليون في المئة وفي الفن حد يختلف على صوت محمد الحل مليون في المئة صوت خطير جبار لكن مليون في المحبد الحلو حد يختلف على من حتى علي الحجار لكن علي لسه حد نجبه ونبينه كل شيء هل هو متصدر المشهد هذا اللي أنا أقوله ليس موهبة يبقى اعلى سعر واعلى نجاح محبّد الحلو علي الحجم بس خليني بقى اتفق معاك يعني لوقتي لو حاول بقى يعني يتصدر المشهد المهرجانات مثلا حاولهم متصدرين مشهد لا مش لازم متصدرين مشهد المهرجانات يعني في منهم بيقولوا حاجاتك الى حد ما يكوى لا انا مش اصدي مهرجانات انا اصدي حتى على مستور هنا العادي كده انا باقول لك اهو على مستوى الطرب لو دخلنا كده الطرب والموهبة الغنائية والصوت انا باقول لك لا احد لا احد يستطيع ان ينافس محمد الحلو علي الحجم يعني كربع تن ونص تن ومزورة ومش عارف موسيقى لا 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 طبعا مفيش هل هم الانجح والاعلى ساعرا والمطلوبين كل يوم طب مش دام كان يتمر يكون جمهور فيه زقم جزء منه زقم الجموع وانا باقول لك جزء اساسا انا بحملهم الغلط لان هم لم يديروا موهمتهم بالشكل المثالي من وجهة نظر وان هم كان لازم في فترة يشوفوا التغيرات اللي بتحصل في الفن وفي المزاج العام ممكن التغيرات اللي حصلت ما تمشيش مع الفكس والحاجات اللي بيغنيها الفكس وانا لازم اغني اباحة ولا اخلاقيات محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب لماذا تسمى موسيقار الاجيال واحد من اهم من انجبته من الموسيقى المصرية والعربية لان هم كان لديه الدكاء انه خاد المزيكة بتاعة سلامة حجازي والسيدة لويش وجمع عليها سنة مقامات غربية من اللي كانت متصدرة لمشهد ساعتها وعمل حاجة توليفة جديدة وعمل فيها تقدم وابتنى وشوف اغني عبد الوهاب من زمان اللي هي بتاعة فيلم الوارد البيض اللي اغنيها كانت تحس ان انت هتقع من طورك من كتر النوم لأغني عبد الوهاب الاخيرة اللي كانت ريتميك وإقاعية وكذا ده الشخص المتجدد المتكيف اللي عارف التقدم مع الزمان بيحصل ازاي ويفضل طول الوقت موجود طيب هل محمد عبد الوهاب كان عايش له حتى الان كان هيقدر يجاري اللي بيحصل ومش مفهوم ده اللي عنده اللي بيسمعه رابه بيسمعه مغربانات مش هلازم نعمل راب بس بالشكل الحالي ومزيكة وسريعة ولغناء سيارة بس فيه فن وفيه طلب وفيه محمد مدين اللي حد النهاردة بيبنزل الأغنية مش بيبقى فيها كل الكلمة تخطي المتصوات من على السيني مين ده الوقت اللي انت شايفه ماشي واخد مجمع بين كل الحاجات الدولية يعني انا بقولك اكثرهم استمرارا وحفاظا على لونه وتكيفا ومحموب من كل الأجيال محمد مديني لحد النهاردة بيبنزل الأغنية حتلاقي فيها الطرب وحتلاقي فيها الكلمة الحلوة وحتلاقي فيها اللحن طبعا عامل الدياب انا مستثني بره لأن عامل الدياب ظاهرة خاصة يعني في البوب اللي هو المنطقة لا ظاهرة خاصة لانه حالة خاصة ربنا في رأيي كده بعض الناس يصرف له نجاح انت روح انت ربنا سيكرمك فهو صرف له نجاح وهو ذكي جدا عامل الدياب ده مثال رائع عامل الدياب مؤسسة هو شخصا هو شخصا مؤسسة اذكى واحد في حياتي شفته بيدير نفسه ويدير موهبته من تمانينات لحد النهار لذلك هو متصدر المشهد الجنائي في الوطن العربي كله أربعين سنة لحد النهار ولكن هناك أسكية تانية والموهب العلوم كانت في نسبة لك عامل الدياب أسكاف مين بعد عامل الدياب مثالا شايف ان هو ذكي جدا عارف ان هو ثامر حسني ثامر حسني يعرف انت يوريك ثامر المغني وانت يوقف وموريك ثامر الممثل وانت يوريك ثامر وانت يوريك ثامر وانت يوريك ثامر زكي جدا انا بحب زكاء ثامر جدا وقدرته لموهبته بشكل ممتاز كلمني بقى احب الغنى جدا محمد فؤاد يندرج تحت حسنة يندرج على عكسها يندرج على عكسها محمد فؤاد اعايز اقولك ان انا مش بحبه انا بعشاءه كلانا محبه جدا لا انا مش بحبه كمطرق انا بحبه كإنسان اللي يعرف محمد فؤاد قريب مني جدا مش عايز اقولك ثامر يعني ناس لو عرفت محمد فؤاد على مستوى الانساني مش يحطوه جواه ألبوم حدا حاجة كده قريب كده نقية جدا ومحبة جدا وخدومة جدا ووطني جدا وصاحب صاحبه جدا وابو الجدعانة وابو بلد وكل حاجات يوقع نفسه في حاجات كده محمد فؤاد اللي مقدارش موهبته ورغم ان هو نجم كبير طبعا وهو واحد من المطربين اللي في مصر لكن كان بشوية اهتمام وتركيز كان بقى في حتة تانية خالص خالص وهو تلاقي معترض بكما أكيد طبعا رقم تانية حدت سبعتاشر سبعتاشر الجمهور بتتعامل مع جمهورك ازاي سواء جمهورك اللي يقابلك ينتقدك او جمهورك اللي يعضي يهلل لك هل الجمهور بتتأثر قوي بقراءة جمهور وكذا او انت بتقول اللي عندك وجمهورك لا أنا عندي جمهور حطه في مرتبتين او مستويين شكلهم ما يلقش على بعض بس هم الحقيقة في رأيهم الصح اولا انا لا التفت للتهليل ولا للده حال لانه لو انت التفت يبقى هتمش بناء على اللي هتسمعه هايبقى غزبا عنك هتمش بقى انت عايز اللي بيهلل لك فانت حتقول الكلام الحلو اللي بيخليه هلل او العكس طالما اني عايز تشوف وعايز يبقى عاجبك برابا لك بزبط انا الجمهور بالنسبالي بقولك في اولا ان الجمهور هو السيد السيد اللي انا بشتغل عدم اولا هو انا في النهاية كل حد مش بقولك حتى في المحلات دو يقولك الزبون ده مان على الحق صح انا مين الزبون بتاعي الجمهور انا بطلع في التلفزيون عشان الجمهور يتفرج علي والجمهور ده يا اما يعجب بالان انا بعمله ويتواصل ويتفرج يا اما انصرف عدم فبالتالي الزبون اللي انا عايز اكسب رضاه واكسب اعجابه واكسب تقديره ومشاهدته هو الجمهور فبالتالي هو ده مستر بالنسبالي هو السيد وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت ما ينفعش يتسيد ما ينفعش با هو هو بيتحكم فيا فبعش هو اللي يقول لي اقول ايه اه بالزبط فهو السيد بس ما ينفعش يتسيد ده وصف قطير للجمهور على فكرة طيب الرقب البعديد اه اه في مين عندنا كوتش اه مين هو الموجه مين هو الموجه مين هو الجاد فاضر مين الكوتش بتاعتامر في الحياة وفي الشغل مين الكوتش بتاعتامر والدي الله 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 ارحمه اه 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 واه اه 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 والدتي كانت المضاكم مؤثر في الجمع الوالدة حاجة تانية الوالد كان كل شيء ليه علاقة بالمورنز والقيم والأخلاف والدافع والإلهام والأفكار والمستقبل والكرير والشغل الوالدة كانت الحب حتى أنا كبير في أحلك فترات حياتي كان دواية أن أروح حاجة ترمي بحضن أمي حتى لو عندي أزمة أو مشكلة عندي مصيبة أجري بس أمرها من دماغي بحضن أمي كانت دائما ضخرة حتى لو كانت الموضوع فى يوم ما توفت الله أرحمها طبعا زعلت زي ما أي حد يزعل لما يخسر والدته والحنان والعطر والحب وكذا ألا يجب أن أرحمها منهار لبدة كام يوم لما يحصل لي حاجة حجري على مين فبتبر انت دوقتي لما بيحصل لك حاجة بتجري على مين؟ لا بيش على حد، بفتكرهم واترحهم عليهم لا بيش حد دوقتي بتجري خلاص، ما هو قد لك لشان كده انا دعوتي دايما انتهي يمكن في التليفزيون اكتر من مرة اللي عنده امه او ابوه عايشين والله والله لو تعرفوا قيمتهم ونعرفوا ديابهم سيؤثر فيك ازاي بعد المحيل ما يضيع بقيقة دلوقتي إلا هو تحت رجليهم ما يضيعش بقيقة إلا هو تحت رجليهم لانه انت بتتكلم على انه الاب هو السند والضهر والام هي الحض والحنان انت مرة واحدة من غير سند وضهر ومن غير حنان انت عريان في وسط الغادة فاللي عنده اب وامه والله ما يضيع بقيقة دلوقتي إلا هو هم يلقوا ويعرضين عنه وفضلهم وتحت رجليهم ويخدمهم لانه خلانهم صعب لانه لا يكتب على حد الله يرحم موتنا وانت الاب دلوقتي تتعاوض الدور يحاول انه يتعاوض الدور يحاول انه يتعاوض معه مع ولادة تتعاوض الدور يحاول الدور وانت اخذ 11 من أحلى الفصات التي تعملت لي كان محمود باركة محمود باركة هو من المنتجين المعروفين وهو كان محمود من الناس الذين أحبه جدا محمود من الناس الذين كنت أحترم من دمخها جدا كنت أرى أنه من الناس الذين تفهم في الفن وفي الإعلام جدا وعند وجهة نظر ومعروفين محمود باركة عندما بدأنا البيت بيتك كنت أختيار من كنت أختيار من المجموعة كبيرة جدا من المجيئين عندما بدأنا بيتك 2003 أو 2004 أتقلق أن نجيب 14 مجيعة ومجيعة كل مجيئ ومجيعة يقدموا يوم في الأسبوع في السبعة أيام 14 مجيئين كانت فكرة خطيرة وكانت جميلة أختيارنا رمضان كنة رمضان 2004 أعتقد كان رمضان كنة وكل كابل فينا مشترى اليوم في الأسبوع بعد رمضان كانت التصور المبدأ له أنه يبقى برنامج رمضاني بس بعد النجاح الخرافي اللي حصل في رمضان تم الموافقة على أن البيت بيتك يفضل طول السم ساعتها قال لك مش هينفعل 14 مجيئ ومجيعة يفضلوا كما هم لازم نعمل التصفية وحنكتفي بكابل أو اثنين بس هم اللي يكملون فكان ساعتها محمود باركة كان مصرر عليه ساعتها أنا فكر كويس قوي هو وقت التفكير وكان فيه كان ساعتها مدينة كورايم كمان المنتجة كانت معاة لو جيلا التحية دينا برضو المشخصات الجميلة في الحياة وكان محمد هاني رئيس تحية البرنامج واحد من أهم صناع الصحافة التليفزيونية في مصري يعني أستاذ محمد هاني طبعا برضين التحية فكانوا الثلاثة قاعدين وبتاعوا كان ساعتها الثلاثة بس أنا عارف أنه كان محمود دركة أكتر قال لك يعني تمر معانا وبعدين نشوف مين الباقي فدي كانت أهم من أهم مش باس دا دا أسيست دا أسيست دا أسيست فساعتها اشتغلت أنا مع كابلين في البرنامج عد كام شهر وبعدين شوفوا ربك كنا كابلين يعني كنا أربعة الفار صح الثلاثة مش ثلاثة مش وفضلت أنا وفضلت أنت لوحدك تماما حبد لله وبعد كده جالي محمود سعر أه 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 الرقم اللي بعدين أنا مش فيك اللي بعد ما أخداش إيه يعني يعني التارجت هم تعمل هو بقى هنحط التارجت لنفسه معين ولا كنت بتشتغل وانت ماشي في الدراسة وهشوف لسه هعمل إيه يعني هل كنت مرحلة خلاص؟ لا 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 أنا 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 طول الوقت عندي تارجت اللي هو مش تارجت يعني يعني آه يعني أنا عندي تارجت النجاح في إيه؟ مش مهند أنا أتكلمك زمان بالوقت خلاص أنا عارف في إيه آه طبعا بس أنا في المدرسة وحتى في الجامعة كان عندي تارجت إن أنا إن شاء الله إن شاء الله حنجح لازم بقى منسان ناجح بس دي أهم حاجة في إيه؟ مش فارقة معنا لأنه التارجت هو النجاح مش الحاجة المعاينة مش ظابط مش دكتور مش مهندس مش مهندس مش فارقة معاينة بس لو بقيت مهندس هم مهندس ناجح لو قلت دكتور أحبقى دكتور ناجح ولو كنت مش عارف إيه أحبقى كذا ناجح فأنا تارجت النجاح يعني تامير التارجت الأساسي بتاعه في الحياة إن جنرال هو إن أنا حبقى إنسان ناجح لحد النهاردة لحد ما قرر أروح فين؟ آه بعد كده بقى تارجت يعني لحد النهاردة مش بس مجرد الإعلام والكدير أنا بحب النجاح بصفة عامة شعور النجاح يعني حتى أنا بيسموني باد لوزر آه على مستوى اللعبة أنا باد لوزر آه على مستوى اللعب بيجي نلعب أحب شخصة آه بحب شخصة أه أنا أحب شخصة عشان كده تلاقيني ما لعبش حتى على مستوى الألعاب كوتشينا و بلاي ستيشن و طاولة و شطرانج ما لعبش إلا اللعبة اللي أنا شاطر فيها قول اللعبة اللي أنا شاطر فيها قول بالنسبة كبيرة هتكسب اللي هو بالنسبة تسعين في المئة هتكسب إلا لازم بحد بقى يكون بتشألي بقدامها عشان نتكسب آه مش جامل لو جيت وتنا عمش تراجع قولك لأ لأن انا مش ضامل أكسب مش ضامل قدراتي في الحتة أيوة لكن الحاجات اللي أنا عارف ان انا على القل مش هطلع فيها وحش قوي لا أخش فيها بالقل لأن انا بقولك شعور الفشل بيقتلني ما معرفش ان انا بيه حتى لو على مستوى اللعبة خلينا اخب من هنا الحتة كده انت قلتها ده عندنا نقطة هنا مهمة جدا انه هي الايجو امتى ان ايجو بقى لعب دور كده في حياتنا من اللي هو انت بقى لا بقى انا تامر امين يعني ايجو عندك حسيت ان انت كنت لازم يتظهره قوي او تملك من من منك حتى لو فترة صغيرة لا انا مش عايز اصدمك انا اقول لأ اذا كان دا ايجا اكتا حاجة انت عالمي لا لا يعني الايجو لازم يبقى طول الوقت طبعا طبعا هو الانسان ايه غير شوية ايجو ثمان اوي في البداية خالص اول كم سنة في البين بيتك اول سنة في البين بيتك كان دايما يتقال عليك تنك ومغرور تنك اوي تنك ومغرور وساعتها حتى المصحفيين لما بدأت بقى نجم شوية ومشهور شوية فوق في البين بيتك ومثالتون افتحا نجم شوية ومثالتون اقبال والناس يقول عليك كاذا اقول له مظبوط انا ومغرور ايه انا ايه 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 فالي ايه انت لدي مغرور ما تنك ايه 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 انا تلك انا تمر ايه 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 سأل ازاي؟ يا عم يقولي تامر باجاتو وشايف نفسه ما يشوف نفسه انا مالي يا دي حاجة تضرريني انا فهم الكواس جدا هي النقطة اللي انا بقولها لك القصة ببساطة شديدة انه انا نفسي كل الناس تبقى تنكة وعندها ايجوا وعندها ثقة بالنفس الى اعلى مستوى الخط الرفيع اللي انا بقى في عنده هي ايه؟ ان انا متعالاش عليهم وانا اتحدى من يوم ما اتخلقك لحد النهاردة هاتلي بني آدم يقول لك تامر امين شاف نفسه علي او عملني بتاعلي او عملني على ان انا حاجة قليلة اتحدى لا بصراحة دي مش فيك خالصة اقول لك اتحدى ولكن عمري ما شفتها بس في ناس بتتدايق في ناس بتتدايق من ان حد عنده ثقف نفسه لا عنده ثقف نفسه قوي حالف بتتدايق ليه؟ بيتدايق قوي حالف بتتدايق ليه؟ عشانهم ما عندهمش حاجة بس فانا مش حمشي ورا الفاضيين بلو ما عندهش حاجة ده فاضي صح؟ هو مش عارف ياسم فلسف فعايزك تبقى زيني لا يا سيد انت اللي تبقى زيني صغ في نفسك وملى نفسك انا اللي ولاد الشباب الولاد اللي يجولي في الورش بعد العلام والمجائين عشان يتدربوا اول كلمة بقولها لهم بقولت له لو انت مش شايف نفسك ومش وصخ في نفسك ومش حاسس ان انت حاجة قوم ما تكملش معايا لتدورك ما تكملش ما انت كنت تعمل ايه؟ انا دقائيا بتقول للناس بعد كده انا حبقى موزيع وانا 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 بأمرت ايه وانت جاي فاضي يعني ده البيز ده البيز طبعا وعنا فكرة مش باس في الإعلام المخدس الشاطر لازم يوصخ في نفسه ولازم يبقى مليان الايجو عالي انا بقول لك الشعرة الوحيدة كما قلت لك السؤال الوحيدة انا دايئك حاجة انا دايئك حاجة اول ما دايئك ساعتها بقى غلطان يوم ما قلت لك اهلا يبقى في تعالجة طب انت بتتعامل مع الجمهور هل هل همرا؟ حد جاء لك عاد اتصور معك بس اقول له لا انا صحابي مستغربين من الحمد الله من الاريحية اللي انا بتعامل معك واحنا عادينا نتعشم نتغدى عادينا في الكافيه اللي يعد عليه يقول لي بمسال خير عادي ممكن اتصور معك اقول له عيود الوحيد اصف الناس تقول لك يعني خارج في مكان عام وطبيعة عادينا واحد يجي يقول له انت مش هفتي باكل مثلا حالا فكرة ده الصح يعني يراعي بالشخصية العامة بتعمل حاجة ممكن لو انا باحث الفرحة بتبقى بقلي ممكن اتصورة يعني لسا منزلتش الشجو بس انا بشوفه يا تامر ان ساعات الناس بتبقى ما صدقت لقيته فخايف ان انت هو بقى انا عشان كلا ما تمشي انا عشان كلا بقى بتصور بالضبط اقول لك يا ربني الصح الجمهوري راعي ليه ما راحت في حتة ما اأخد مكان في جوه كده وما اكل واحد انا بقى بقى بشوفها طول الوقت ان الناس دي ليهم حق عليهم الضريبة يا باشا مش هما اللي تنجحوك مش هما دول اللي شهروك من دول اللي تخلوك بني ادم يجي يقول لك بس اخروا عايز صورة معاك تقول لها لا لا مش فضيلة انا اتفق معك لا لا وان دي الفاتورة اللي لازم تتفحها طول الوقت قدام بنجاح اللي بنجحولي ده بيطلب منك مش طالب منك بالقوز صورة طالب منك صورة تكريم هو مش حاجة ربا ليه رائد نختار حاجة ثانية هات ثلاثة مثلا الانذار مين بقى تامر امين كده اتأكيد تلعت كروت كده جدا كم مرة تلعت الانذار مش هقول لك انت مين انت تلعت له انذار كروت الانذار بدتها المين ولا حد ولا حد حد انذار لا انا بدي لحظة اولا فانا قلت علي بعدي عليك ونفيش انذارات عند تامر امين اصلا الانذار ده ولا حد ما يكون غلط غلط كده اللي هو يعني يخلي بالك المرة جانة تعمل هاتي لا انا عدي بتعديها وخلاص انا میقول لك انه سال سالة العامة سالة 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 واربعين حتى عمنا كثيرا قلت تلك مرة انه انا شارك 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 يعني شارك بكل ما تحديث كده بمعنى شخصيتي حدة حدة يعني صفرية يعني يتنتم يتنتم انا ارى ان هذا الانذار مرحلة في النص لا يشمعه. انت تتمر بجاته في حياتي. شخص صديق. حل? انا اعتبرتك صديق. مكرا جيتك وعملت شيء ليس لطيف. لانه يجب ان تتمر بجاته. انا بجيب ان اتفضلتك. انت تطبيق. ثانيا كين اتفضلتك. ليس لطيف. انا اتفضلتك. انا ارى انها شيء عادية وتعدي. ولا انظر ولا حق خاطر. لكن اللي يستدع ان انت تبقى مره حياتي مبروح. كانت الأحمر على طول. كانت الأحمر على طول. شكنا في ناس كتير في حياتي اتخضوا. ما فيش شتيمة كله ضرب انا اديتك فرص طول ما انت حبيبي وصحبي وبلعت لك لحد ما انت مش مقدر قيمة العلاقة اللي بيننا او عملت ما يستوجب انهاء انت اللي عملت كده مشابك وما يجيش تقول انا اتخضرت من الله احمر لا انت تستهل الله احمر انت لو كنت حكم ده انت كنت مشكلة كارت احمر بس انت هتسيب الاصفر بره مش هتنزل بالاصفر طيب رقم بعدين في الاوف سايد انت تامر امين وقع بقى في الاوف سايد كده ولاقى نفسا اقل وقعني الوقعة دي يعني اقل انا مش في مكاني ده مش مكاني خالص شابه يا روحت مكان عدت مع حد اتحطت في موقف لقيت نفسك في حتة وعايز تفلفص يعني عايز تخرج من الاوف سايد امتى بقى؟ مرة واحدة في 2008 و اه اصدقاء لي لعبوا في المغي عشان امسه اصدقاء في الوسط الفني انا فهم مش اصدقاء الا على القهوة انا فهم طبعا اشتغلت انا بشتغل من التسعينات لكن شهرتي كبيرة قوي تحققت في 2004 و 2005 وقت البيت بيتك فخلاص انتقلت من مجرد موزيع الى فكرة الكنقوبية نجمة طبعا لسه ساعتها صغير وحليوة مش عارف ايه فجي قعدوا مجموعة من الاصدقاء ساعتها في الوسط الفني كده شركات انتاك تقولوا لي يا بدي انت تنفع مش عارف ايه وشاب وكوي مش عارف كذا ونجمة نعمل لك فيلم ونعمل كذا عدت شوية فلفص على اساسنا انا بخايف من التجربة لحد ما في مرة حد انا بسخ فيه كان سامي العدل انا طبعا عيلة العدل كلها اصحابي سواء جمال او محمد او متحف وسامي الله يرحمه لكن كان اقرابهم لي كان سامي صاحبي صاحبي فالدكتور متحة العدل كنا عادين مرة هو وسامي وبتاع فقالوا لي تعالى واحنا شايفين انت كذا وكذا روحتونه من المكتب وروحت ساعتها لسامي وقالوا لي بص وحنعمل لك فيلم مش عارف ايه وبتاع ذا مهم لعب في دماغي شوية روحت شوية فاعدنا مرة واتكلمنا فقالوا لي من حيث المبدأ تمام ومش عارف ايه فقالوا لي بقى احنا هنبص لدينا النصوص هنشوف انسب نص معاك وحنكلمك تيجي ونقول لك مزعب بعدها بفترة كنا سامي يكلمني وقالوا لي تعالى بقى اتمنى ان نشرب اوه وبعض فاعدنا وقالوا لي بقى اتمنى ان نص وقالوا لي بقى اتمنى ان نص وكان فيه ناس قاعدين مخرج ومسعب مخرج ومسعب ايه وكلو بحر المحاور على مزرق ومش عارف كذا وانبقى ايه شخصية كمال حيبتع ليل خارجي عدت ربع ساعة تلت ساعة كده بعدين مرة واحدة والله يا فادي عملت كده انا بعمل ايه هده وقالوا ليه ليش مكاني وقالوا بره واحدة ومتقابل البتاعة وقالوا ليه نعم وقالوا كده وقالوا اللي هو خلعني فقالوا طب يا جماعة بريك كده نص ساعة ومش عارف ايه الرصة اتنصبت خلاص قلت له مش انا مش انا مش لاقي نفسي مش لايه كمال ولا ليه خارجي ولا نهار داخلي ولا مش اخيه وحصول ان كمال انا كان وقف بشرطة بتاع النص مش انا خالص فقلت له مش انا خالص قال لي بس ازبر مش انا خالص اتجو نفسه اول ما اتقفل الترابيزة وقفلت الموضوع خالص الى الابد اتشفت من صاحب برين كدام وان الرزق اللي ربنا صاركه لي في الاعلام وفي الميديا وكمزيع اوعى تطمع اوعى تطمع فضله عدم طيب تمر الكورنر امتى تمر اتزنق في كورنر كده ومبقاش عرف يخرج منه ازاي موقف زنقك يعني ممكن اصولك حاجة حتة الهاد بتاع الصعيدة اتفهمت بطريقة الكورنر ده اتزنقت فيه لان انا صعيدي انا من جنة انا ناحية امي تراكوة لكن انا جنة وجنة فانا شايف من وجهة نظر ممكن يكون عندك كورنر الكورنر عندما اتزنقت في الكورنر اتصرفت ازاي ولما بتتزنق في كورنر بتعمل ايه بص الكورنر بتاع ازمة الكلام اللي اثيق فهمه اللي انا قلته بتاع الصعيد وقال الصعيد اتعلمت منه درسة طبعا بقم واحد رقم اثنين انا تساعتها تحطيت في كورنر غزبا عني يعني انه جاة جاة زنقتي جاة تبطب على الناس كتير طبعا مستنين عشان يزنوك اكتر فولعوا في الموضوع وسخنوا الصعيدة علي من درجة ان هناك الكثير من الصعيدة سعيدتها زعلوا مني وكانوا يشتموني ولا سمعوش انا قلت ايه بس سمعوا الناس قالت ايه عني انا لما اتعلمت قلبت الدنيا مصر ساعتها وانا سمعت اجمعه هو ايه اللي حصل انا متأكد ان اولا ما فيش عائل ما فيش عائل يزعل اهل بلده مش كده حتى زكاء المهنة مستحيل ما يقولش كده انت ساعت انت بتقولي دلوقتي اتصرفت ازاي انا اتصرفت زي ما كان ابوه يا برده وانا قلت لك على الكثير من بتاعي والدي والدي كان بيقولي كده قال لي فكر الاول انت غلطان او مش غلطان ده واحد ولو غلطان غلطان في ايه ومش غلطان مش غلطان في ايه رقم ثلاثة اللي انت عملته تزعل حد او لا مزعلوش انا دول المعايير المعايير الاساسية فقمت عامل بالزبط كأن في حوار كده بيني وبين والدي فقلت واحد طالما في انا زعلت مني ايه قبل ما اتكلم في الموضوع انا اسف انا اسف بس دي قوة على فكرة طبعا طالما انت زعلت مني قبل ما اتكلم في ان انا عندي حق كان قصد ايه ومش قصد ايه انت فهمت غلط او فهمتش غلط مش انت صاحبي وزعلت مني فانا بقول لك حقك علي انا بتأسف لك الاول خصوصا لما يكون انا بقول لك بقى ده انا مستغربت او الزنق اللي زنوهالي لانه لو رجعت التاريخي وفيديوهاتي وعلميت اليوم مش عايز اتدعي الفضل بس انا اكتر مزيعا اتكلمت عن الصعيد ومشاكل الصعيد والظلم اللي اتعرض له الصعيد على مدار 30-40 سنة من سناته مبارك كان كل التنمية والاهتمام هنا والصعيدة وكلم الصعيد ده كله ما كانش بتحط فيه استثمارات ولا خدمة ولا بنيا تحفية ولا حاجة فانا من اكتر المزيعين اللي طلعت وقلت يا جماعة الصعيد ده مظلوم مظلوم ظلم يبين فصوصا ده شرف البلد في الصعيد ثقافة البلد شعراء البلد فانانين البلد فاستغربت انه مرة راح نيصدقوا ان انا طالع قصدي ومش الصعيد بس يا تامر لا الصعيد بالذات انا بقولك كل النواة بتاعت مصر صعيد طبعا اللي محافظ على شرف وقيم مصر لحد النهاردة الصعيد في ظل الفوضى والفساد اللي لسه عندهم نخوة وليسه عندهم أفلية فيه اثيكس معادرة الصعيد لا اثيكس ده ممشيش مع الصعيد اثيكس ازاي يعني اثيكس ده حتة تركي بتاعتك اه حتة تركي ده صح لا يعني عندهم العدد بتاعتهم منصف حفظين عليها جدا لحد دلوقتي والنخوة والبنت اللي هي احترامها وليها لبسها اللي مش عارب كذا وما ترجعش مرة اللي مش عارب ايه والولد مش عارب كذا والعيلة وقبل العيلة فعشان كده بقولك استغربت اقول انه زعلو منها جدا لان اكتر احبكوا وطلبت كثير بحل مشاكلكوا العدل في محافظات ومدن الصعيد لكن الاول نكتب انت زعلت مني حقك على ايه وحقك على رأسك ثم تعال اقولك انه مستحيل ازعلك لاندرخ القصصلي واحدين ثلاثة اربعة وانت فهمت بطريقة غلط والناس اللي لعمت وما وزت كلامي وزمت بطريقة وحشة عشان تزعل كان كذا لكن انا اقول لك انت متصالح مع نفسك وعارف ان انت الحمد لله نيتك طيبة ربنا دايما حياتنا طيب تامر الاخر احد كلم معك فيها الحب الحب بيلعب دورك كبير جدا في حياتك سواء في الحياة الشخصية او العملية في الاصدقاء لا مجاش الحب ايه لا مجاش ازاي بقى؟ لا مبيلعبش لدورك كبير خالص طب ازاي بقى؟ بيزعله مني بس انا انا شايف انه انا عملي جدا 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 والحب بتاعي عملي يعني ثبتلي بافعالك انا بسبت حبي بافعالك يعني الحب عندك افعال مش رومانسية ومش ورد ومش اغني عم حليم ومش اه زي حب الاب كده لازم يبقى طبعا وانا فرحتي لابقى ده قاعد يقول انا بحبك الحبيب وقعني طمطم علي ومعني لرباني ولا علمني ولا صرف علي انا بتكلم في الحب ده بتكلم في الحب اللي هو بجد اللي هو لا اصنوها فكرة الحب القائمة على المشاعر والحسيس انا يمكن انا انسان عقلاني اولي مش عاطفي الحب عندك عقلاني عقلاني انا الحب احب تامر ولا بجدت ولا بحبهوش العقل الاول مش القلب هل تامر يستحق حبي هل تامر مدناس هل تامر مؤذي هل تامر صديق وفي هل تامر قربولية هيريحني ويفدني وكده لما يحصل ده أبقى افتح لك القلب غير كده لا الموضوع صعب لان القلب الاسف ما بيفكرش فالقلب غالبا هكبتك بالحيل فانت الحب بالنسبالك تشوف افعال الاول الافعال تفتح 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 لما انت عاوزه تفتح للقلب لكن العقل الوسوق به اقمن كاميرا انا يعني انت موعدش اتكلمت معك كده قبل كده القعدة بي قبل كده كان متقابل كده سريعا بس العادة كانت خطيرة جدا ربنا يا خليك ومتشكر جدا انك جيت فيه وقطعت من وقتك بس هذا يدل على حب على فكرة ارجع اقولك تاني لا عقل يعني العقل يعني العقل هو اللي يخلي الواحد يتصرف بحب ويتصرف بحكمة بس يعني انا جيت لك عشان انا بقدرك وبعزك جدا 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 على مستوى الانساني و وانا نفس الموضوع واشكرك جدا وبسوط جدا وانا استبتعت بالحوار معك وفتبطت معك يا ربي يجعل كناتنا في فعليه يا ربي كون انا ما دايقتكش بأي سؤال او حاجة دي اهم حاجة بالنسبة لي بقى حبيبي اشكرك جدا انا تمام ورب انا يكتب لك التوفير يبقى من احلى الفودكاست اللي موجود في مصر ان شاء الله حبيب شكرا